قضى من العدوان الإسرائيلي على غزة شهد خلالها الاقتصاد ضماراً هائلاً لا تتسع المؤشرة لبيانه تتفاوت في قطاع غزة تقديرات الخسائر المادية بين جهة وأخرى إذ يظهر أحدث تقرير مشترك للبنك التولي والأمم المتحدة أنها تبلغ 18 ملياراً ونصف المليار دولار وبات أكثر من مليون غزي بلا منازل وثلاثة أرباع السكان مشردين وبينما يعاني كل أهالي غزة من الفقر المتعدد الأبعاد وانعدام الأمن الغذائي أصبح أكثر من نصف السكان على حافة المجاعة وتعتقد لجنة الأمم المتحدة لغربي آسيا الإسكوا أن الاقتصاد الفلسطيني هذا 15 عاماً للوراء في حين قالت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية إن استعادة اقتصاد غزة كما كان يتطلب 70 عاماً من النمو في إسرائيل أيضاً لم يكن الاقتصاد منتعشاً بل على العكس تماماً إذ انكمش بنسبة 20% في نهاية العام الماضي ويقدر اقتصاديون كلفة الحرب بأكثر من 260 مليون دولار يومياً ومن المرجح أن تصل التكاليف المباشرة للحرب على قطاع غزة إلى 70 مليار دولار هذا التعطيل الاقتصادي لا سيما في قطاعات حيوية كالإسكان والزراعة والنقل إضافة إلى ارتفاع العجز المالي والمديونية حدى بوكالة موديز إلى أول تخفيض للتصنيف الاهتمانية الإسرائيلية تاريخياً نصف عام من حرب هي الأكثر دموية في القرن الجديد أزهقت الأرواح ودمرت الاقتصاد وقوضت معيشة الناس في غزة وعطلت عجلات رئيسية في اقتصاد الاحتلال ترجمة نانسي قنقر